مشاهدنا الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي من الحياة عودناكم في كل حلقة من حلقات من الحياة أن نفتح ملفا من أهم ملفات الاجتماعية المثارة على الساحة الإعلامية هذه الأيام بداية وقبل أن نتكلم في موضوع حلقة الليلة لو يذكر السادة الأفاضل المشاهدين كان معنا منذ تقريبا حوالي شهر أو شهرين لقاء نتكلم فيه عن موسم الحج وعن التعليمات التي وردت من المملكة العربية السعودية المتعلقة بالاستعداد لموسم الحج وتناولنا في هذا اللقاء ما يتعلق بجميع التأشيرات الخاصة بتأشيرات الزيارة سواء كانت الشخصية أو التجارية أو العائلية أو حتى المقيمين في مكة المكرمة والحقيقة ضفنا في تلك الحلقة تكلم ونبه بتنبيه شديد جدا أن المملكة العربية السعودية هذا العام نزلت تعليمات مشددة بشكل كبير جدا على أنه لا يسمح لحامل تلك التأشيرات لها الشخصية والعائلية والتجارية وحتى المقيمين في مكة أن يذهبوا إلى الحج دون تصريح رسمي يعني صحاب التأشيرات مش ممكن يروحوا الحج ومن يذهب منهم إلى الحج سيعرض نفسه إلى هلكة شديدة جدا الحقيقة بعد عرض اللقاء كان هذا اللقاء يحظى على نسبة مشاهدة عالية جدا على موقع التواصل الاجتماعي لكن وجدنا في التعليقات كثير من الهجوم غير مبرر يعني كثير من أستاذ الأفاضل المتابعين يعني نزل بالاتهامات والتراشقات وإنتم بتصدوا عن سبيل الله وإنتم بتعرضوا الناس عن الذهاب إلى بيت الله الحرام وبدل ما تطلعوا تقولوا كلمة طيبة وتشجعوا الناس طلعين تنفروا الناس من الحج طبعا أعوذ بالله أن نفعل ذلك وحقيقة يعني إحنا لما عملنا هذه الحلقة عملناها بشكل محدد جدا محدد الهدف إن إحنا بقول للناس خدوا بالكوا السنة دي الوضع السنة دي غير السنة اللي فاتت على الأقل حتى لو هتروح وإنت معك تأشيرة من التأشيرات دي روح وإنت مهيئة نفسيا إن ده ممكن يحصل بحيث لا تفاجأ ولا تصدم ومحدش يعمل لك الدنيا وردية ولما تروح هناك تفاجأ بوضع غير الوضع وسبح الله العظيم لعل المتابع الآن لصفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية يجد أن الموضوع الأبرز على الساحة الإعلامية الآن هو ما حدث لإخواننا الحجيج في المملكة العربية السعودية الناس اللي راحوا بالتأشيرات اللي احنا قلناها أو حتى المقيمين في مكة المكرمة اللي ما خدش تصريح حج تعرضوا إلى ويلات شديدة جدا وشفنا الصور اللي هننشرها حتى معنا على الشاشة الوقتي والأمن السعودي يقتحم كثير من الفنادق ويقتحم كثير حتى من الأماكن الأهلية في التفتيش عن أصحاب تلك التأشيرات الذين ذهبوا إلى مكة بقصد الحج وشفنا دي المقاطع الصوتية المنتشرة على مواقع الإنترنت المختلفة واللي بترد إلينا حتى بشكل شخصي من إخواننا وزملائنا وأصدقائنا الذين ذهبوا هناك بتلك التأشيرات الناس كلها بتستغيث وعملين بيقولوا أن احنا يعني مستخبيين في أماكن في الفندق واللي مستخبي في أماكن خارج مكة الآن واللي غادر مكة تماما وذهب إلى المدينة هو بيقول لنا مش هارف حج السنة دي يعني تخيلنا هو مسافر من مصر ودفع مبلغ كبير واخد معا زوجته أو واخد معا والدته ويطلع من مكة وهو مش عارف إن كان هيرجع لها تاني ولا لأ واللي حصل حقيقة خلال الساعات القليلة الماضية من خلال متبعتنا لهذا الملف وجدنا إن كتير حتى من المصريين اللي تم رصدهم أو تم القبض عليهم من خلال الأمن السعودي خرجوا إلى خارج مكة يعني هما خرجوهم إلى خارج مكة عن طريق البساط وتم مسومة البعض من خلال السائقين على إن هما ممكن يسيبوهم مقابل بعض المبالغ المالية وصل الموضوع إلى ألف ريال للشخص الواحد وطعا أنتوا عارفين إن كتير منهم رايح وما معهوش أي نفقة مادية غير نفقة الأكل والشرب خلال المدة اللي هو أعدها واضطروا أن هم يدفعوا فلوس بعضهم بقوا هو راجع اتمسك في الكمين ودخل على مكة وبعضهم لما دخل مكة دخل مكة بالسلامة لكن لما ذهب إلى الفنادق سبحان الله يتعرض إلى حملة أمنية أخرى وبالتالي يتم القبض عليه أو يتم هروبهم في شوارع مكة وهو مش عارف المصير اللي هيلقاه خلال الساعات القادمة فحقيقة حبينا في هذا اللقاء أن نتناول هذا الملف حتى ننبه كثير من أستاذ الأفاضل المشاهدين حول خطورة هذا الموضوع هذه الأيام تحديدا وحتى أيضا نطمئن الكثير من إخواننا الأفاضل الذين ذهبوا إلى مكة المكرمة بقصد الحق ونشوف مآلة الأمور وصل معنا لفين يشارفني واسعيدني في هذا اللقاء يكون ضيفي وضيفكم الأستاذ عادي الحنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بمملكة العربية السعودية فأهلا ومرحام بك أهلا وسعيدنا وشرفتنا سعادة وحضرتك معنا كل عمتهم بخير وحضرتك بخير وأستاذ المشاهدين بألف خير حضرتك بخير والصحب أنا السعيد اللي موجود مع حضرتك أمين يا رب الحقيقة أن اللقاء الماضي اللي حضرتك كنت معنا فيه يعني زي ما قلت في المقدمة كده يعني كان ليه نسبة مشاهدة كبيرة جدا وأقبال كبير من المشاهدين لكن في المقابل كان هناك تعليقات كثيرة حقيقة يعني رصدناها تعليقات مؤلمة جدا الناس شايفة زي ما بقولك في المقدمة نحن نصد عن سبيل الله وننفر الناس من الذهاب إلى الحج وانت يا أخي بشر ولا تنفر وما تطلعش نتكلم في المضوضة في القناة التلفزيونية فبالتاني انت بتقلب علينا الوضع في مملكة العربية السعودية تعليق حضرتك على هذا هو مش حضرتك بس أستاذ عمر اللي قال لكم انتقاضات وانتقاضات لازعة أنا بدوري برضو كنائب رئيس اتحاد عام للمصريين بالمملكة العربية السعودية قبلت بهجوم شرس من قبل شركات السياحة للأسف نعم الكل قال يعني انت بتقول كده ليه الكلام ده ما بيحصلش كل سنة ما بيحصلش قلت له يا جماعة السنة دي هيحصل الكلام ده أنا متأكد كده لكلامك بعض أصحاب شركات السياحة تواصل معي وقال لي احنا بندعوك الآن ان انت تعمل حلقة تلفزيونية تعتذر فيها عن اللقاء لاستضبط فيه أستاذ عادل حنافي لأن احنا هوت مع الحقيق كم ده من أيام قبل ما يحصل التشجيدات في الساعة القليلة الماضية والدنيا زي الفل وما فيش فيها اي حاجة من اللي انت قلتوها فاطلعوا اعتذروا للناس وقلوا الناس تتفضل تروح بعدما الناس خايفة من اللقاء اللي انت عملتو يعني هذا الصاحب شركة السياحة ممكن أسأل حضرتك أين هو الآن والآن بتتم حملات التبصيم لمخالفي أنظمة الحج هذا العام 1445 الموافق 2024 المملكة العربية السعودية بالأمس كان فيه مؤتمر حاشد للأمن العام السعودي رئيس الأمن السعودي بالمملكة العربية السعودية أعلن صراحة أمن المواطن خط أحمر أمن الحجيج خط أحمر حضرتك بتقول الحجيج هم ليسوا حجيج دول مخالفي لأنظمة كمسمر أسمي يعني نعم ليسوا حجيج ده خالف أنظمة المملكة مع تمنياتنا والله إن ربنا يسلمهم وتمنياتنا إن كل من ذهب إلى مكة قصر الحج إنه عبرنا يؤس له الحج لأن البعض شايف أنتم ملكوا فرحانين والله إحنا فرحانين والله إحنا فرحانين الناس بيتأخد الموضوع بشكل خطأ بالعكس إحنا مش إيه له يضررنا لما حدثت سافر الحج بالعكس نطلب منك الدعاء أن أنت تدعي الله هناك لكن إحنا خايفين عليك بس إحنا نتمنى الناس بقى البقية الباقية إن هي تسمعنا كويس نعم المملكة العربية السعودية للمرة الأخيرة وده النداء الأخير من قناتكم لن ولن تسمح بأي مخالف حتى لو يوم وقفة عرفات المملكة بدأت تبصم مخالفي أنظمة الحج لهذا العام ومعنى كلمة تبصيم يا أستاذ عمر إنه مش هيقدر يدخل المملكة نهائياً 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 مش هيدخل المملكة طب السؤال يا أستاذ عادل البعض بيقول لك أنا استمعت ده مبارح بيقولوا طب معلش في الكلمة هما لو كانوا نويين إنهما يعملوا فينا معنا مشكلة وما يدخلوناش مكة تاني وما يسمحوناش بالحاج ليه لما يجوم خدونا من الفندو وقالنا لهم نجيب أغراض ما معنا لا لا خلوها وخدونا ويسابونا برا مكة قد تكون يا أستاذ عمر دي خطة أمنية يتباح الأمن العام السعودي أنا وحضرتك ما نعرفش هما يقصدوا إيه قد يكون المقصود وليس عندي معلومة بذلك ممكن يكون المقصود أنه يرهقك ماديا نعم تطلع وتيجي أربع خمس مرات يبقى أنت كده تكلفت بما يفوق تكلفة الحج من داخل جمهورية مصر العربية نعم وده اللي حصل اطلع ودخل أربع مرات لكن هنيجي لساعة الحسم ألا وهي من أمس بدأ عملية تبصيم المخالفين دي حاجة حاجة تانية مدير الأمن العام أو رئيس الأمن العام السنودي في المملكة سيادة اللواء أعلن أمس زي ما قلت لحضرتك وقال سمعنا على اللقاء نعم وقال لم ولن نقف مكتوف الأيدي أمام أي مخالف وسيقابل بالردع وهو حصل هو دلوقتي نعم مخالف أنظمة الحج والتعليمات هذا العام ستوقع عليها عقوبة عشر ألاف ريال غرامة والناس هتقول لي فيه ناس ما تفعتش انتوا هتشوفوا اللي جاي إيه أنا يعني إيه عايز أقول لحضرتك احنا قلبنا مع الناس دي الناس الغلابة اه طبعا الناس دي مضحوك عليها أستاذ عمر من قبل شراكات السياحة اللي زعلت ويكلموني ويكلموا حضرتك الناس دي اضحك عليها هتعرف برا حصل إيه أستاذ عادل وبعض إخوانا الأفاضل اللي رحوا مخالفين بعتوا لي الفويسات دي على الواتساب واستاذنتوهم إن أنا نشرها على شاشة الرحمة اليوم لكن حقيقة لم يأذن لكن قالوا طبعا من غير المسميات مش هنسمي أسماء يعني نعم قالوا إنه هم الأخ اللي واخدهم اللي هو زي السمسار يعني اللي واخدهم وجمع جوازاتهم وراح بيهم الحج اختفى فجأة وبيحاولوا يتواصلوا معاه فما بيردش على التليفون فهو بعت لهم برحلة صوتية أرسلوها لي واستمعتها بنفسي برحلة صوتية يقول لهم والله أنا مش هربان مش هربان منكم أنا الوقت هم بيتعمدوا أن هم يبضوا على رأس الموضوع عشان خطر أن هم يغرموا يحبسوا يعني اللي هو رأس الموضوع اللي هو صاحب الشركة أو السمسار اللي بيجمع هذه الجوازات وأنا بقول لكم هو السكن اللي أنا مسكنكم فيه بفلوسكم موجود على اسمكم لحد آخر الموسم لكن أنا بقول لكم هذا السكن الآن مش آمن فأنا بقول له كل واحد إلحق نفسك وتصرف بنفس اللفظ إلحق نفسك وتصرف لأن لا محدش هينفعك لو تمسكت كل سواء طيب عايز تقعد لآخر الموسم وفكر أنه عايز أمشيك عشان أخذ ثمن السكن كان ده مش حقيقي السكن على اسمك وموجود لكن أنت لست فيه أمان في جلوسكم وأنا لولا إن أنا لو جيت هيتم تبصيم وترحيل وهيتم القبض علي باعتبر أن أنا الرأس اللي جامع هؤلاء أنا كنت أبقى في وسطه كل وقت ده بنفس نص أنا سمعت أكتر من تسجيل صوتي للصماصرة أو أصحاب الشركات للأسف هو بالفعل تم القاء القبض المملكة العربية السعودية ألقت القبض على ما يفوق فوق المئة شركة سياحية على أراضي المملكة من المصريين للأسف والفيديوهات منتشر على التوسط وأيضا جمهورية مصر العربية برضو وما ننساش نعم وزارة السياحة ووزارة الداخلية ألقي القبض على كمية كبيرة جدا نعم من السماصرة اللي هم بيبيعوا الوهم للناس الغلابة أهلين الغلابة اللي بيدفعوا اللي معا 100 ألف دي بالنسبة له أستاذ عمر مبلغ ضخم جدا صحيح صحيح لأن اللي طلع بتأشيرة زيارة علشان يقدي فريضة من فرائد الله ده أكيد إنسان يعني على قد حاله زي حالتنا نعم ما ينفعش إن احنا نستغل الناس دي بس برأيك إن السماصرة دور يعني كون بيبيعوا الوهمة للناس ولا فكروها تعدى استنادي زي ما يعدد كل سنة هم فكروها يعني مش عايزين برضو نتهمه ونهما بنصوبه عليهم أيوا هم فكروها إن هي تعدى زي كل سنة رصدنا بعد الحلقة اللي فاتت اللي احنا عملناها كان ردوهم يقول لك على فكرة التنبيهات دي بتحصل كل سنة وبينروح بنعد لكن هم لازم يقولوا كده في المملكة ده كلام السماصرة أو القائمين على بعض الشركات السياحة أنا عايز أقول لحضرتك الحاجة كمان أقوى من كده من يأوي أو يستقبل أو يسهل أو يحمل بسيارته مخالف لأنظمة الحج لهذا العام ستكون عقوبته كالآتي تفضل خمسين ألف ريال غرامة يا الله والسجن يصل إلى ستة أشهر ومنع من دخول المملكة تخيل حضرتك احنا وصلنا لمرحلة إيه فدي كميات كبيرة جدا جدا من المصريين للأسف ده تقريبا حوالي ستتمائة وخمسين ألف جنيه مصري آه يعني المبلغ حضرتك حسبتها حسبتها الوقت حوالي ستتمائة وخمسين ألف جنيه مصري الموضوع مش هين أبدا نعم علاوة على كده أن انت هتبصب مش هدلت تيجي تعمل عمرة مش هدلت تيجي تحج مش هدلت تعمل زيارة خلاص انتهى موضوعك علاوة على كده أن مصر مش هتسيبك وانت جاي أكيد نعم قال انت شوحت صورة مصر في الخارج مصر العظيمة بلدنا العظيمة دي لازم تفضل زي ما هي أمام الدول وخصوصا دولة زي المملكة العربية السعودية هي طبعا رفيقة الدرب زي ما بيقوله السؤال يا أستاذ عادل إحنا لو حدثت تذكر في اللقاء الماضي يكون نشرنا منشور لأحد شركات الطيران نعم وقالوا أن إحنا تم يعني لن نستقبل أصحاب هذه التأشيرات من كذا لكذا نعم على مطارات ينبع والمدينة وجدة أربع مطارات أربع مطارات نعم وبعدها فعلا بأيام أنا شفت منشور بنفسي لشركة من الشركات المعروفة جدا هل هي بيقول لك لا يعني الكلام ده غير صحيح بالنسبة لنا إحنا كشركة وهنستقبل الحقيقة عادي إلى أن يزدوا قرار آخر على هذه المطارات وما فيش حياتي منعهم وفعلا كثير من اللي أنا أعرفهم شخصيا سافروا في هذا التوقيت على المطارات وما حدش منعهم من الدخول فالبعض يقول لك طبعا إن هي المملكة لو كانت عايزة تمنع الناس ما مناعتهاش ليه فعلا بشكل حاسب من دخول هذه المطارات على جميع الشركات الطيرانية عايز أقول لحضرتك على حاجة إمبارح أمس تم منع مجموعة كبيرة جدا من النزول بمطار مدينة جدة نعم وهي من أحد المطارات صحيح الممنوعة الأربع مطارات برضو نتذكر السادة المجردية ممكن شركات وشركات ولا ليه؟ نعم شركات وشركات؟ لا مفيش شركات وشركات يعني موضوع معمم ولا ليش شركات معينة لا لا المملكة هي اللي أعلنت كده نعم الأمن العام السعودي هو اللي أعلن قال كده صراحة مطار جدة مطار المدينة المنورة مطار ينبع مطار الطائف احنا عندنا مشكلة تانية تفضل خدمات الحجيك اللي طالع من مصر للأسف كلهم بدون استثناء طالع علشان يقدي فريط الحك لا انت طالع من مصر طالع من مصر علشان تخدم الحجيك بمهنة براتب نعم وليست للحجر بس أنا عارفين أنه واقعية مش كده يعني بعض الشركات يقول لك لو هتنزل خدمات حجيك وهتشتغل بنفسك مثلا يعني تمنى الريحلة عشرة قروش لو أنت عايزها ومش هتخدم يبقى تمنى الريحلة مثلا خمستاشر هكذا يعني من يسأل عن ذلك؟ وده اللي بيسأل حضائق عليك أيوة يسأل عن ذلك شركات السياحة اللي بيتبيع الوهم بقى دلوقتي ده اسمه بيع الوهم وهي تعلم وعندها علم اليقين مكتوب كده في التأشيرة لا يصرح لحامله بأداء فريدة الحج وأيضا مكتوب في تأشيرات الزيارة سنشوفت تأشيرة حد من المعارف يسمح له بالحج لا مكتوب كده بالنسبة بالنسبة لخدمة الحجاج لا يسمح له خد المعلومة مني يا أستاذ عمر عشان ما نختلفش زي المرة اللي فاتت لا أنا بعرض لحضرتك الطرف الآخر أنا مش يعني صاحب مصلحة في شيء أيوة لكن برضو المشاهد بتفرج عليناه بيسمع كلام خدمة الحجاج لا يسمح له بأداء فريدة الحج نعم زيه زي الزيارات بتزبط جميع أنواع الزيارات زي زي ما حضرتك تفضل شخصية وتجارية والعائلية واخلافة كله كله جميع أنواع الزيارات أيّا كانت مكة كده لا لا يزال نتغسر حاج مستحيل حتى المقيم في مكة طبعا مش في الرياضة المقيم في مكة مكة نعم أيوة الموضوع أصبح فيه انضباط يعني بعض الأصدقاء قالوا لي أمس معهم إقامة في مكة وذهبوا إلى مكة في هذا العام قاصدين الحج بولك لما إن الدنيا عفوا في الكلمة يعني باللفظة العامية فيها لبش بالوضع ده احنا خدنا بعضنا ورحنا للمدينة كم ده أمس لي أخوانا قال لك لو اتمسكت إقامتي يتخطر يعني يعني ولي مشكلة أكل عيش آه فبالتالي يقول لك لا أنا مش هضحي بالإقامة أنا كده كده حاجت كم مرة قبل كده فأنا لقى أنفذ بنفسي ووطلع وما عرضش نفسي لهذه التهلوكة أنا اللي بيحزنني إيه بقى أستاذ عمر إن شوف في وسط اللي إحنا شايفينه ده ونقول للناس وبنحذر ما زال ناس عندها تصميم لا أنا طالع حاج سيبك من الكلام ده كله يا أستاذ يا حاج مش هينفع صدقني مش هينفع المملكة العربية السعودية عندها ضوابط طب هي المملكة بتعمل كده ليه طب شمعنا استنادي يا أستاذ عادي يعني كل سنة بقولوا نفس الكلام وبيسيبوا الناس استنادي ليه التشديد ده ده سؤال جميل قوي تفضل المملكة العربية السعودية السنة اللي فاتت لقيت أن نسبة الوفيات ما بين الحجيج وخصوصا الزيارات نسبة مرتفعة جدا الأغلبية العظمة من توفوا في موسم الحج كان كلهم من الزيارات لأن الكميات كانت كبيرة نعم والمملكة قفلت ممنوع دخول العرفة للبساط المخلفة أصبحوا بيمشوا على رجليهم بيمشي مسافة قد إيه تسعة كيلو وكم متر نعم تحديدا تسعة كيلو ما حدش يقدر يتحملهم في المملكة العربية السعودية في الحر الشريط ده في الحر الشريط نحن عارفين يتحمل الحر في مصر صح تحملك في المملكة في المملكة دي طبيعة المملكة كده لكن الانستنادي يعني بيبشروا بتشجير عرفات وعمل رشاشات مياه بشكل مكثف عشان خاطب برضو يتفادوا لحصل العام الماضي طبعا المملكة في زيادة في عملية الرشاشات بالمياه الرزاد السائع على الحجيك في عرفات بس المين للنظاميين اللي هيجوا ببساط والبساط يا أستاذ عمر هيتم غلق البساط باستيكر على كل باب يعني حضرتك تلعم الفندق هيتقف البس بتاعك وأنت نظامي نعم عن طريق الـ ID اللي حضرتك معلقوا وعن طريق الإسورة اللي موجودة في إيد حضرتك الاتنين دول والأسف ويقصفني أن بعض المصريين الزيارات بيبيعوا الوهم للناس هناك في الأراضي الطهرة في العاصمة المقدسة مكة المقرمة طب يا جماعة تقول لا يعني بيتبيعوا للناس هيت كبار العلماء السعودية قالت إيه يا أستاذ عمر نعم ويمكن فضيلة المفتي المملكة العربية السعودية قال من يفعل ذلك فهو آثم على فكرة موحدة في دار الإفتاء المصرية آثم لكن حجه صحيح ونسكوا في التانية وسمو الأولانية الحجه صحيح الناس عارفة أن فيه آثم في مقالفات ولي الأمر لكن الفكرة نفسها الوقتي التعرض للهلكة والتعرض للمذلة هناك الوضع حقيقي صعب جدا يعني مع الوضع في الاعتبار نسأل الله سبحانه وتعالى يوسر الحج لكل من قصد الحج سباكا ده ولا ده عشان بعض ما يتصورش إحنا طالعين نهاجم أو طالعين مثلا لقدر الله شمتانين مثلا في اللي اتمسك الحقيقة في بعض الناس ما فاهيمها صعبة جدا يعني يا حبيبي إحنا إيه مصلحتنا أبدا إحنا بنوعيك وحضيك صحيح بالقرار إحنا بنقوله خلي بالك باعيان حاول حاول تخلص وترجع لبردك بكرم طلق ما بنقولهش يعني مش شمتانين ولا زي ما حددتك قلت بالعروحة أنا سمعت كلام صعب بعد اللقاء الماضي أنا سمعت كلام صعب جدا 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 في التعليقات من الناس ناس هجوم غير عادي يعني في يا أخوانا يعني أقولي أكثر من كده أنا شخصيا ذهبت الحج العام الماضي مخالف أنا بقول ده على الهواء وربنا سلم طب روحت لي لن بعضهم قال لي كيف تعليقات أنا شفتك سافل وسلمت عليك في الحج وكنت مخالفة آه يا جماعة وضع العام الماضي كان مختلف طب أنا السنة دي كان نفسه سافر والتأشيرة معي لكن أنا شايف أن الوضع فيه هلكة فما عرتش سافر السنة دي فأنا أقولي كم وضع صريحة أو عشان ما حدش أقولك أنت بتقول كلام غير اللي أنت عملتوا السنة السنة اللي فاتت فعلا الوضع كان فيه شيء من الأريحية وكانوا سمحين للناس وكثير من الناس جدا 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 السنة اللي فاتت سافروا عن طريق التأشيرات دي وربنا سلم معهم لكن السنة دي حقيقة مملكة أصدرت قرارات شديدة اللهجة وحقيقة اللي احنا شونا الوقت تنفيذ غير عادي يعني ليه المملكة أصدرت هذه التعليمات المشددة الصارمة لأنه مش معقول المملكة فجأة تلاقي ملايين من المخالبين فوق طاقة السعبية عنده طاقة السعبية في المملكة وعايز موسم الحج لأنه موسم الحج ده مش للمملكة للعالم كله تظهر المملكة كعادتها وضمن رؤية المملكة عشرين تلاتين أمام العالم بالواكهة المشرفة للإسلام مش هنلاقي كميات ناس بتموت بدون واكهة حقبة على الأرض طيب في نقطة مهمة بقولك الوقت هم مركزين على الرؤوس لورأس الحملة يعني لهم السمسرة أو المتورطين لهم بعض القائمين على بعض الشركات السياحة لهم عملوا الحياة المخالفة دي لكن بيتهونوا نوعا ما مع أصحاب الزيارات فين هم يخدوا ويسيبوا في جد كم ده على الأرض شايفه زي كان فعلا حصل للناس الموسموا في جده ورجعوا تاني يمكن كان لسه ما دخلناش في الهاي سيزون يعني بالنسبة ل حد أول أمس لكن من أمس خلاص الوضع اختلف تماما نحن في طوارق دلوقتي المملكة العربية السعودية يعني على كل قياداتها والأمن العام السعودي ووزارة الحج والعمرة وهيئة الحرمين الشريفين كله على استعداد وعلى أهب الاستعداد تصور حضرتك اليوم عرفة يعني اللي ربنا مسلمه الوقتي وأسأل الله يوسلمه وأسأل الله يوسرنا له الحج لكن تصور هل هيكون بردو في تشجيده معرفة ولا وصلنا اليوم معرفة فيكون في شيء من الايه يعني التهون مع الناسنا وعلى أنت متعمد يا أصوى عمر أنت تزعل الناس مني وأنا بيزعل لحدك كل الأسئلة التي تدور في ذهن السيد المشاهد حتى يعني هو الطرف الآخر ومش موجود معنا في اللقاء بص فضل لن يسمح بدخول عرفة إلا من يحمل ID عليه بياناته فيه الQR والإسورة بيده لن يسمح طبعا تشرح لنا موضوع الID وQR أنه ممكن يكون ده مصطلح ناسة تفهمهوش يعني بعض الصلاة الفضل المشاهدين ممكن يكونش عند تصور يعني إيه QR أو ID خلانا نشرحها لأهلين البساط أيها جميل جدا كل واحد بيحج السنة دي ليه من وزارة الحج والعمرة كارت كده صغير طعا هنا هيعلقه في سيترو كده مكتوب فيه صورته نعم على الشمال واسمه وبياناته اسم الحملة اسم الشركة السعودية اللي هتستقبله وفيه QR رمز علامة كده موجودة في الجن هيتم قراءتها بقارئ إلكتروني أو بالموبايل الخاص بالأمن العام السعودي أيضا الاسورة فيها بيانات إقامته كاملة نعم الـ ID الكارت ده والاسورة ضد المية يعني يقدر ياخد بها شاور يقدر يعمل كل حاجة يتوضأ كل ده مش هيتأثره تماما بالحاجات دي نعم أي حد مش معاه الكلام ده أو معاه مضروبة مضروبة لا ملهوش مكان في الحاج هتقول لي ممكن ده بعد ما يخلص موسم الحاج هتقول لي عادل خلي بالك فيه فلان عدة أو يعني يعني ممكن يعدي ما نقولش لأ لكن في المجمل نعم لن يسمح بدخول إلى عرفات والحجة عرفة نعم مش كده ولا إيه صحيح مش كده نعم يعني ويفضل قاعد قاعد وفي الآخر ما يدخلش عرفة خلاص خلص الكلام نعم أنا شايف بعض الزيارات يمكن أغلبية العظمة من الزيارات وهي آلاف مؤلفة بدأت تغادر باحترام وأنا بقى كده بدأت تغادر باحترام الأراضي المقدسة عائدة إلى مصر مش مكتوب لها إن هي وبعضهم عشان خطر هو مرتبط بموعد طيران معين مش عارف تصرف سافر إلى المدينة في بعض لك هنوعد ونعيد هناك نعم في مدينة نبي صلى الله عليه المدينة برضو عايز أقول لحضرتك على حاجة تجد فيها أخف في مكة أخف طبعا لكن هم المملكة بتركز على مكة المكرمة لكن في المدينة برضو مش هيقدر يدخل يزور الرسول الحبيب عليه الصلاة والسلام نعم روضة قصة مش هيقدر يدخل المسجد المسجد لأن الزيارة في أثناء موسم الحجة تكون عن طريق موقع نسك نسك ده خاص هتدخل تعبي بياناتك لو حضرتك بياناتك سليمة 100% هيقبل لا أنا هدخل المسجد ده ونا داخل المسجد هيوقف لا المسجد هتدخل لا تصل الروضة الروضة الشريقة آه تمام مش هتقدر تزور الرسول يا سيد هايسلم من بره مش مش كده يسلم من بره آه لكن مش عايزين نقفلها في وش الناس قوي كده عشان الناس برضو آه أنا أنا بقول نعم الفترة اللي جاية دي معلش يعني الناس أصحاب الشركات السياحة يتقوا لها نعم يتقوا لها فعلا أنا بتغيري بعد المسلم ده تحديدا هيكون فيه نقطة من أول السطر طبعا بعد المسلم ده تحديدا طبعا خلاص احنا حضرتك شفت اللي حصل ايه نعم واللي لسه هيحصل بقول لحضرتك مدير الأمن العام السعودي قال لك خط أحمر أمن الحجيك وده وجود الناس دي فيه خطورة على أمن الحجيك نعم لأن المملكة لها طاقة استيعابية محددة تمام سمعنا برضو كلام كتير تنقلته وسائل تواصل اجتماعي عن موضوع صاحب الدعوة لتأشيرها العائلية اللي هو المقيم اللي بعت لأخوه أو والدته أو زوجته إنهما يجوا المملكة بتأشيرها العائلية وتمسكوا فيه موسم الحج إن فيه ضرر هيكون عائد عليه هو شخصي طبعا بغض النظر عن أصحاب هذه الزيارة الضرر ده شكله من يخالف من أصحاب الزيارات العائلية أولا المخالف هيتم إبعاده والتبصيم اللي هو بعت الدعوة؟ المخالف لا المخالف احنا عرفنا وضعه خلاص اللي اتمسك اللي بعت الدعوة بقى إيه العقوبة اللي هتبقى عليه؟ خمسين ألف ريال ورامة وسجن يصل إلى ستة أشهر وده الجديد في التعليمات الصادرة من قبل وزارة الداخلية السعودية متمثلة في الأمن العام السعودي فده مشكلة كبيرة اللي جايب زوجته اللي جايب ابنه أو بنته علشان يؤدي فريط الحج وهو بطريقة غير نظامية يلحق نفسه دلوقتي علشان ما نرجعش بعد الحج هتلاقي الناس بقى اللي بصموا ويستغيصوا بوزارة الخارجية ووزارة الهجرة ونقعد في المشاكل اللي حضرتك عارفها نعم لا احنا بنقول للناس السؤال بقى هو لو بصموا بيسيبوا ويكمل ولا بيروحوا لا ما بيكملش اللي هو صاحب التأشرة العادية طبعا لا 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 يخلي مكانه على طول يغادر أيها هو بيسيبوا في جدة أنا أصلا أقول لو سابوا في جدة وبصموا ورجع تاني مكة واكتشفوا تاني لو حد تاني يمسكوا يعني انهم بتبصم هيا من معايه؟ ده العقوبة بتضاعف يامل اي بقى؟ قالك تضاعف العقوبة يعني بدل ما كانت عشرة تبقى عشرين ايوا تضاعف العقوبة لأنهم برضو المملكة عارفة انه ممكن يحصل ده نعم لكن في بعض المخالفين بس برضو حقيقة غريبة يعني الاصحاب البساط يسيبوهم في جدة وياخدوا منهم فلوس ويرجعوا بطريقة تانية لمكة المكرمة يعني برضو الحاسب ما تحسش انه يعني طبعا لو انت عايز تاخده وتروحه ليه بتسيبووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو هذه مبادرة راقية جدا جدا وهو استقبال الحجيج وإنهاء إجراءاتهم من دولهم نتمنى إن شاء الله أن جمهورية مصر العربية في حج إن شاء الله 1446 وهو العام القادم إذا كان لنا في العمر بقية أن يكون يشملها هذه المبادرة الراقية في خدمة الحجيج ويكون عندنا في مصر الطريق لأمك نعم المقيم بقى في مكة المكرمة اللي هو حد بععد في مصر عاد لك معي إقامة وإقامته على مكة لو قدر أن هو تعرض لشيء من هذه الأمور يا مساء يتمسك أو كذا إيه الخطر للعائد عليه هو يتمسك هو محرم ولا يتمسك هو ماشي في الشارع لا يتمسك هو محرم هو محرم هتطبق عليه الغرامة طبعما ليس معه وتصريح نعم وتلغى الإقامة يبعد أن المملكة ما عادش يدخل المملكة تاني فدي ما فيش حاجة اسمه مقيم أو غير مقيم لا ده أنا عايزة أزيد حضرتك بالشعر بيت المواطن السعودي المملكة أعلنت غير مسموح له إلا كمعه وتصريح طبعا أعلنت الأمر ليس فقط على الوافدين أو خارج السعودية المواطن السعودي قبل الوافد نعم عندنا المملكة الأمن العام أعلن منذ أيام القبض على بعض السعوديين المخالفين اللي كانوا بيحملوا معهم مخالفين لأنظمة الحج لهذا العام وتم اتخاذ ضدهم الإجراءات القانونية المتبعة بالمملكة طيب في نقطة مش أدري أفهمها السائقين بقى إيه مشكلتهم؟ سائقين إيه؟ سائقين اللي هما طلعين خدمة حجاج؟ آه بقولك ما بقاش مسموح له بالحج و لما بتمسك بيعرض لمشكلة كبيرة جدا طبعا غير مسموح للسائق بالحج طيب خدمة الحجاج ينقل الحجيجة ينقل الحجيجة لكن لا يسمح له بأن يكون محرما هذا هو مربط الفرس هو أنه يحرم ويؤدي فريدة يعني يوصل الناس حد المناسك هو مش مسموح له أنه يخش الحج هو طلع من مصر على أساس كده؟ نعم هو طلع اسمه إيه؟ خدمة الحجاج نعم مش كده برضو؟ إحنا مش عايزين الناس تستخدم المسميات خطأ نعم وده تنويه وتنوير للشعب المصري الجميل نقول له خلي بالك الزيارات ممنوعة تماما أن هي تأدي فريدة الحج خدمة الحجاج أيضا ممنوعة أنه هو يأدي فريدة الحج خدمة الحجاج طالع لخدمة ديوف الرحمن فقط وليس لكن معلومة مؤكدة أن خدمة الحجاج مش مكتوب له ومسموح له بالحج غير مسموح له بالحج نعم نعم معلومة طبعا مؤكدة طيب بالنسبة للمصريين اللي هما سابوا فناديقهم الوقت في العزيزية وقاعدين في أي مكان آخر عشان يبتعدوا عن الأماكن اللي فيها تفتيشات بشكل مستمر تنصحهم بي نصحهم أنتوا ببهدولوا نفسك وجوه حر جدا جدا نقول لك معلش اللي أيام وحنا هنحاول نيجع نفسين ونتحمل شوية حرام عليهم لو في أمل والله أنا كنت أول واحد أقول لهم أصدر عمر خليكم لكن أنا شايف الوضع المملكة في حسم وحزم شديد جدا جدا لحماية ظروف الرحمة شرح الله لأول مرة في تاريخ حياتي يعني أشوف أن الحجاج هم اللي بيطلبوا من الناس في جميع الحياة العالمية يدعوا لهم بالسلامة مش العكس يعني أي واحد راح للحاج بنو يدعي لنا وانت هناك الوقت الحجاج اللي هما ذهبوا بتأشيرات مخالفة يعني أقصد بيقعدين بمعرضين للسجن ومعرضين لمذلة وكذا وغيرهم متناثر في أنحاء مكة وعلى حدود مكة وخايف أنه يتمسك وبيطلب من أهله هنا في مصر وفي غيرها من البلاد يدعو له بالأمان لأنه طالع من مصر خطأ نعم فالنتيجة هي دي ده الوضع الطبيعي نعم أن يحصل معاه اللي حضرتك شايفه نعم اللهم مستعر حقيقة حضرتك نورتنا وشرفتنا وأنا بقول للمرة التانية والتالتة والربعة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسر الحجة لكل من قصد مكة حجة بإذن الله عز وجل وإحنا والله نتمنى السلامة للجميع سواء كانوا مصريين أو غير مصريين نتمنى لهم السلامة ونتمنى لهم الأمن والأمان واللي مصمم أنه هو يقعد بنقول له خد بالك على نفسك خد بالك على اللي معاك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسر لك هذه الأمور ويوسر لك الحجة هذا العام كل الحكاية أنه إحنا حبينا نوعي كل من ذهب وفي نفس الوقت أنه في ناس ديسة ما سفرتش وممكن يسافر النهاردة أو بكرة وما عندوش فكرة عن اللي بيحصل فإحنا أنت صاحب القرار لك إحنا بنوعيك على مخاطر هذه الأمور ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم كل من ذهب إلى مكة هذا العام شكرا جزيلا أستاذ عادل حرفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بمملكة عربية السعودية وارتنا وشرفتنا شكرا أستاذ الله الله يعرفيك مشاهدينا الكرام هذه الحلقة وغيرها من حلقات من الحياة موجودة على صفحتنا على الفيسبوك صفحة قناة الرحمة بعد عرض الحلقة مباشرة إن شاء الله ومن هنا إلى ألقاكم بإذن الله في حلقة الأسبوع القادم قبل هذا التوقيت بساعة لكم تحياتي عمر الحنبلي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته